مين معانا قلوب؟ دكتور عادل مصطفى مساء الخير دكتور حبيبي مساء الخير يا سادة أحمد أهلا بيك مشرفنا يا فاند مساء الخير يا مصطفى مساء الخير يا دكتور حبيبي إزاي صحتك؟ الله يباركيك الله يخليك تحياتي لك جميعا هل حانة يعني انتخاب الفنان مصطفى كامل نقيبا للمهن الموسيقية؟ نعم طبعا أولا أحب أقول حاجة في البداية فضل محدش يعرف مدى المجهود اللي احنا بزلناه علشان نقنع مصطفى كامل انه هو يترشح لمنصب النقيب وعلشان يوافق راح لجنة دار الإفتاء علشان هو كان أقسم انه هو ما يدخلش هذا المنصب نعم راح دار الإفتاء وجاب مخرج انه هو يرد اليمين اللي هو أقتمه علشان يرشح يقدر يرشح نفسه نعم نعم مصطفى كامل أولا له باع كبير في الخبرة العمل النقابي كان نقيب وفاهم مجرات الأمور وفاهم خبايا العمل النقابي لغة يادي بيطاء في هذا المجال أولا أثناء توليه منصب النقيب ما خدش برشامة ما استغلش برشامة الحقي ما كنتش برضو منها العلاج النقابي كان فيه سفريات خاصة بالنقابة كان بيتكفلها من ديبو يتكلف من ديبو وكان فيه مصاحبين من المجلس العالي كان بياخدهم معاه ومن ديبو برضو ما كانش بيكلف النقابة أي منلين برغم أن السفرية كانت خاصة بالنقابة طبعا زائد أن هو شخصية قوية بمجرد ذكره اسمه داخل النقابة بيحصل انتفاضة انتفاضة وبيحصل يعني في المجلس الحالي بيحصل طوابطه بشديد مجرد ما بيسمع اسم مصطفى كان دكتور عادل أولا احنا متشرفين بوجود واشكرك مرة تانية عزيم الحدوك مجموعة رسائل أولا دكتور عادل شكرا دكتور عادل دكتور عادل من أخواتي الكبار ومن الناس اللي أنا زكيتهم برضو زي الأساس حلمي عبدالباي كن أولي الناس لما قالوا الترشح أنا كلمت حلمي وقلت له يا الله حلمي انزل وانا في ضارك قال لي لا الناس عايزاك نعم دكتور عادل روح تكاتب بوست والإيد ده كاترت الأكاديمية أنا بادعم الدكتور عادل مصطفى فراح الدكتور كاتب لي لا احنا عايزينا كنت فده طبعا شرف كبير ليا من أخويا الأساس سعيد الأرطيست من أخويا حلمي عبدالباي من أخويا الدكتور عادل مصطفى الدكتور عاطف إمام في قامات كبيرة جدا أنا ده على راسي شاهدتهم فيها دي عايز رسائل واحنا في الختام للجمعية العمومية بتقول لهم ايه بقول لهم إن شاء الله وضعوكم وضعوكم لازم يتحسن لأن دي خط الدولة الدولة بتسعى جاهدة في أنها تحارب الفساد وتعين أبنائها لأن إحنا في حالة غلاء ورصبا عننا مش بمزاجنا مؤسسات الدولة فالنهاردة أنتوا نقابضكوا غنية جدا ولكن كل ما يهدر منها من مال عام ودون ضابط أو رابط ودون مسألة ده متسبب في الناس حالهم وحش قوي المعاشات يا أستاذ أحمد النهاردة قول لي قاني بيت في مصر معاشر بقى ألف جنيه عندكوا قديم معاشر عندكوا قديم معاشر معاشر عندنا الآخر معاشر وصلوله ألف خمسة وستين جنيه أقصى معاش ده حسب سنوات عمرك يعني في ناس بتاخد ربعمائة جنيه في ناس ميتين جنيه إنما أقصى معاش بيتحصل عليه العضو اللي قضى عمره في المهنة عاد تلاتين وخمسة و تلاتين واربعين سنة بياخد ألف جنيه بسأل أستاذ حلمي لأنه ماسك لجنة الخنمات أستاذ حلمي أنا كنت فاتح موضوع المستشفيات ده مفتوح أبل لأي حد طالما مريض وكانوا ساعات يقولولي أصل الله حابتقول مش عارف إيه الأستاذ أحمد موسى جنة رجل واجعاء خدوا على المستشفى يقول لي أصل الأسبوع اللي فات أقول له هو عيان ولا بيتدعي فيقول لي أصل الله هتحل ده بأمر الله ده لازم ده درويات يعني معاش ده معاش وعلاج ده يا أستاذ أحمد طيب النقاط أربع خمس نقاط تأخرت عليها وبتجريني دلوقتي سريحا في خمس نقاط أنا هرجو بس من دولتي أنا وصلني نهاردة تهديدات مباشرة من زملائي عضاء مجلس جوه أنا من هم ضدي تلاتة أو اربعة معلومين للجميع والجمال العمومية بيقولوا أن هم جايبين شركة جاردات يوم الانتخابات ففي تهديدات في تهديدات قوية جدا فأنا بأواجه أن ده لأخونا والسيادة اللي وقع شام أبو الناصر لأن اللي هتبقى الانتخابات هنا في مصر في النقابة المياه المتامسلية فهتبقى تحت إشراف مدريت أمن الجيزة من فضل حضرتك دعم بقوات أمن وتكون تواجد لأن أنا وصلني حاجات مش هقدر أقول علاوة إن عايزة أتعمل حاجات فوق الوصف والخيال في المحافظات نفس المواضيع أنا مش عارف كأننا داخلين حرب كأننا داخلين حرب رسالتي للجماعين العمومية زي ما لفيت في كل محافظات مصر قلت أنا ممكن أقول لك برنامج انتخابي أقول لك أنا هجيب لك بسين وعربية وعد مدخل لو أنا عايزة كوش هكوش قلت لهم أنا يفتتي زي ما أنتو عارفينها اللفتة بتاعتي الشرف والعدل والأمانة لو اتحقق التلاتة دول بأمر الله هنسعى جاهدين لكل ما هو في صالح الأعضاء سواء العاملين اللي لسه بالمهنة وتنظيم العملية من خلال الأغنية وشكل الأغنية من معرجانات للراب اللي مش عارف إيه تنظيم العلاقة بيننا وبين بعض أولا طهارت بيتنا الأم طهارت بيتنا الأم ده شيء مهم جدا مرورا بأهم الناس عندنا اللي هم زملائنا اللي خلاص عاد في بيته لازم يعيش حياة مصطورة بس مصطورة حياة كريمة بأمر الله شرفتني ربنا شكرك شكرا جزيلا للمشاهدة